الشريط الشهير للطفل محمد الدرة مع والده في غزة والذي أثار العالم قبل حوالي 13 عاما عاد إلى الأضواء مجددا بعد أن ادعى تقرير إسرائيلي أن الطفل الدرة لا زال على قيد الحياة وأن الشريط الذي بثته القناة الفرنسية الثانية مجتزأ وقال التقرير الذي أصدرته لجنة حكومية إسرائيلية إن شريط محمد الدرة يندرج ضمن الحرب الإعلامية الفلسطينية على إسرائيل وعلى جيشها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يقول الشبكة الإخبارية لم تعرض الشريط الأصلي وقامت بقص أجزاء من نهايته للإدعاء بأن الصبي قد قتل هذا الشريط يحمل الكثير من الشكوك من جهته اعتبر جمال الدرة والد الطفل محمد أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية ليست غريبة فهم يطلعون بقصص جديدة في كل عام حسب قوله مرة محمد حي ومرة محمد قتل برصاص فلسطيني ومرة محمد صوروني أنا ومحمد كأننا إسرائيليين والفلسطينيين بطلقوا النار علينا فأنا بقول لهم إذا محمد الدرة حي ما الذي أصاب بوالد الشهيد محمد الدرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر